السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا في فيديو جديد في الاول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة ان شاء الله هنستقبل مع بعض الامر الازري الموجود في الموقع المداري 6 واربين شرق لان زميحاتكم عارفين ان الامر المجانية ما بقتش تزيع الدور الانجليزي لكن في قناة موجودة على الامر الازري اعلنت انها هتنقل المباراتين من كل جولة من الدور الانجليزي فالنهاردة ان شاء الله هنستقبل الامر مع بعض وهنشوف مع بعض ازاي بنستقبل اي امر بسهولة طبعا عشان تستقبل اي امر بسهولة ومتتابش نفسك لازم تكون عارف حجم الطبق المناسب للاستقبال في بلدك واتجاه الامر اللي انت عاوز تستقبله ويميل سلك العدسة او اتجاه الميل بتاع العدسة المناسب للامر اللي انت بتستقبله بالنسبة للأمر الازري لو انت حضرتك من سوريا او من لبنان او من فلسطين او من الاردن او من العراق او من شمال مصر حتقدر تستعبل جميع قنوات الامر لكن لو حضرتك من دول الخليجي العربي هتقدر تستعبل بعض الكنوات أو هتقدر تستعبل حزمة واحدة بس. طبعا حج الطبأ اللي حنا نستيعبل به طبق متر وده مناسب لجميع الدول اللي انا ذكرتها اللي هتقدر تستعبل جميع القنوات. زي سوريا ولبنان والاردن وفلسطين وشمال مصر. وكل ما اتجهنا في البلاد ديت للجنوب بيزيد معنا حجم الطبق. وطبعا بالنسبة لتحديد حجم الطبق المناسب بالزبط لمكانك. فان شاء الله هيسيب لك فيديو في خانط الوصف. بيوضح اسهل طريقة لتحديد حجم الطبق. وبالنسبة لو انت من مصر فهو تلت وحيد خمسة وتلاتين افقي معدل الترميز سبعة وعشرين الف وخمسمية. لكن احضرك من دول الخليج او من السعودية فاوت الردد بالنسبة لك هيكون تلت وحيد خمسة وسبعين. افقي معدل الترميز سبعة وعشرين الف وخمسمية. طيب. بالنسبة بقى لميل سلك العدسة. طبعا واحنا وقفين على النيل سات زي ما حطكم شايفين. احنا وقفين على النيل سات قرناة انت مصبورة شغالة. لو انت هواقف على النيل سات وهتستقبل الامر الازري. اول حاجة هتعملها انك هتغير ميل سلك العدسة. طبعا ميل سلك عدسة بيكون على ميل خمسة والبعين درجة وانت واقف آآ على امر النيل سات هنعكس الميل نخليه اتجاه ايدينا اليمين واحنا وقفين ورا الطبق. وطبعا احنا بنتحكم في الميل بعد ما بنستقبل الامر بنزود او بنقلل الميل على حسب جوجة الاشارة. طيب. ده بالنسبة للميل العرسة وبين اوة تردد وبين حجم الطبق المناسب. اما بالنسبة لاتجاه الامر الازري فانحنا قلنا قبل كده ان الامر الازري موجود في الموقع المدالي ستة واربعين شر. يعني بيبد عن النيل سات قدي ستة واربعين شر وسبع درجات غرب لان النيل سات في سبع غرب يبقى سبعة وستة واربعين حوالي تلاتة وخمسين درجة. طيب التلاتة وخمسين درجة هنحرك الطبق قديه. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الدرجة على الطبق المتر بتساوي اتنين سنتي. يبقى اتنين في تلاتة وخمسين درجة يبقى مية وستة سنتي. يبقى هنحرك الطبق من الاتجاه ده كده الاتجاه اذري. تقريبا سية مية وتلاتة سنتي. طيب احنا لديلواتي عرفنا هنحرق الطبق الدي. هنعرف ازاي ان احنا نحرك الطبق يمين ولا شمال. واحنا وقفينا على النيل سات. هنحرك الطبق يمين ولا هنحركه شمال. انه قلنا قبل كده بتديم الفيديوهات. لما نكونوا وقفين علي النيل سات. وسمعنا كلمة شر يعني مثلا امر اедь الازري ستة وربعين شر. او الامر التركي ست اتنين واربعين شرق او امر الياسات اه اتنين وخمسين ونص شرق. اول بنسمع كلمة شرق بنحرك الطبق اتجاه شروق الشمس. يعني اتجاه ايدينا الشمال واحنا ورا الطبق. يبقى نحرك الطبق من المكان ده لاتجاه اه شروق الشمس تقريبا مية وتلاتة سنطي. يبقى هنحرك الطبق اتجاه ايدينا الشمال مية وتلاتة سنطي. وهنرفع وش الطبق حاجة بسيطة لفوق. بالشكل ذا كيف? طبعا احنا في الاول نسينا نجيب اقوى تردد اول نسينا نكتب التردد هنجيب العمر الازري كده. وهنجيب اقوى تردد هو بنسبة لنا في مصر تلتة وحية خمسة وتلاتين افقي معدل الترميز سبعة عشرين الف وخمسمية. ايضا ظهرنا الاشارة وحركنا الطبق تقريبا مية وتلاتة سنطي. وهنرفع وش الطبق لفوق. ادي لما قلنا ان شرط سلك تزيد. لما شرط سلك تزيد. قلنا ان احنا كده قريبين من الامر. نجيب الطبق ايمين شوية. او شمال شوية. هنلاقي الاشارة جات معنا على طول ان شاء الله. ادي اشارة جات معنا سبعة وخمسين هيت. نجيب الطبق شمال شوية. نجيب الطبق شوية. ادي الاشارة بتجيب اتنين وتمانين في المية هو واحد وتسانين في المية زي محدكم شايفين. الحركة انتم شفتها قدامكم ديت هو دي الاستقبال. لما تكون قريب من الامر بشوية انك او الخبرة بتاعتك هي اللي بتخليك تستقبل امر اه باقل وقت او بسهولة بمعنى صح. يعني هنه دلوقت كده وقفنا الاشارة جات تلاتة وخمسين في المية وراحت تاني وجات تاني وراحت تاني وكلام من ده. لما تكون انت متوتر او انت لسه في اول شغلك المرحلة بتاعت منك وقت كبير. لكن لما تكون انت عند الخبرة او او بتتركب كتير اه حركة او حركتين من منك لانك تكون عارف بخبرتك ان الامر ده فين بالزبط لانك لو انت فني اه قديم او انت بتمرس المهنة مش هتكون واقف على النايل سات وتحرك الطبق لان انت هتكون عارف الاتجاه لطول وهتركب الطبق على نفس الاتجاه. لكن اللي حد نعمل ده الناس المتدقة لازم تركز فيه علشان يوصلوا للمرحلة ان هم يستقبلوا الامر من غير ما يكونوا وقفين على اي امر. لان انا طبعا في جميع فيديوهات يبقون واقف على النايل سات. فبخلي النايل سات ده دليل بالنسبة لاي حد لسه ممتدد. طيب بعد ما استقبلنا الاشارة والاشارة جت عندنا واحد وتسعين في المية. المفروض ان احنا نربط طربية خفيفة على الطبق. هنربط على الافيز اللي وراه طربية خفيفة. بالنسبة للطربية الخفيف متقعة تستقبل الامر والطبق سايب منك او الطبق عين منك. لازم الطبق يكون مسك نفسه بالشكل ده كده. على اقل على اقل الاتجاه اللي هو الافيزين. اللي بيودي الطبق يمين ودي طبق شمال على اقل يكونه اه مسك نفسه. علشان اول من الاشارة تيجي زي كده انا سبت الطبق خالص والاشارة لسه سبت زي ماي. طيب. لو احنا بقى عايزين نعلي اشارة الطبق. او عايزين نعلي اشارة الامر. المفروض لما انت تعلي اشارة الامر ما تعليتش الاشارة. على اقوى تردد. لا انت بتجيب اقل تردد. لان طبعا الاشارة واحدة سبعين في المية على اقوى تردد ده حاجة طبيعية. هنجيب اه تردد بتاع قناة لقناه ستة وسبعين في المية او اتنين وسبعين في المية. طيب. المفروض ان احنا ندوس على الطبق من فوق كده. الاشارة هي هي. ندوس عليه من تحت. لما ندوس على الطبق من تحت. يبقى الاشارة بتقف على ستة وسبعين. طيب نجيب الطبق يمين شوية. بيجيب تبينين في المية اهو. طيب. نحرك العدس شوية كده نقلل الميل شوية. ستة وسبعين طيب نزوده. اه دي سبتت على تمين في المية. طبعا كل الاشارة بتاع اعشارة معين. يعني انا محدش يقول لي انت مين في المية لدار عندي بجيب تسعة وتسانية في المية. في الوقت الحالي انا لو ركبت الا اهة الاشارة التميت هتلاقة حاجة وتسعين. وهتلاقي الاتنين وتسعين او واحد حاجات يساعدين اللي هي على القناة هتلاقها مية في المية. يبقى انت كل واحد فينا يلازم يكون عالف الاشارة بتاع الاشارة بتاع هي كان. انا بالنسبة لقنات قد من تمين في المية كويس Thema intermittent 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 much better. يبقى اربط على الطبق ترك بيت كامل برضو زي ما بقول في كل فيديو القفيز بالنسبة للقفيز اللي ماسك الطبق بالستند لازم تربط الصملتين مع بعض يعني تربط ربطة هنا وربطة هنا ربطة هنا وربطة هنا علشان حاجتين اول حاجة ان لما تربط من ناحية واحدة بتلاقي القفيز اتعوج منك وقل شوية هوى بيخال الطبق يلب منك انما لما تكون حاكم الاتنين زي بعض بيكون الطبق متين وكمان ما تقردش جامد لو انت مش مالي مونة ما تقردش المسامير جامد عشان ان الستند ما يتطبقش منه طبعا زي ما حدكم شايفين هون الاشارة على قناة اد من اتين ومشاعمين في المية طيب بالنسبة للقناة الجديدة اللي الناس كلها بتتكلم عنها القناة هي طبعا القناة اسمها القناة موجودة على تردد تلت وحاية خمسة وسبعين افق معدل الترميز سبعة وشان الف وخمسمية طبعا القناة دا اعلنت انها هتنقل مباراتين من كل جولة فنتمنى يكون الخبر صحيح لان القناة اعلنت بالفعل وبكده نكون استقبلنا الامر بكل سهولة اهم حاجة نعرف تغطية الامر لمكاننا وزي ما قلتها بلكده ان انا ان شاء الله هيسيب لكم اه فيديو في خانة الوصف هيعرفك ازاي تحدد حجم الطبق المناسب لاستقبال اي امر وبالنسبة الاكوى تردد لجميع الامر ان شاء الله بي ستابق لكم في خانة الوصف وبالنسبة للطريقة التحديد اه اتجاه كل امر مش الامر الازري بس طريقة تحديد كل امر وطريقة ارتفاع الطبق لكل لكل امر اه كل حاجة ان شاء الله هسيب لكم في خانة الوصف تحت الفيديو عشان تساعد الناس المبتدأة في استقبال جميع الامر اتمنى لكل يكون استفاد من الفيديو واتمنى لكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس في نصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته